السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السالم في الجزء الثالث من الفصل الأول سنتناول أيضا الوصف العام لفصلين آخرين وهو الفصل الخامس الذي يتحدث عن الديفيوجن أو الانتشار والفصل السادس الذي يتحدث عن الميكانيكال تيسينج أندي إبالويشن أي الاختبارات الميكانيكية وتقييمها الفصل الخامس المسمى بالديفيوجن سنتعرف عن مقدمة عامة عن هذا الفصل ثم سنعرف لأعزائنا الطلاب ما هو الديفيوجن ما هو الانتشار ثم ما هو أنواع الديفيوجن ثم ما هي الظروف أو الشروط التي يجب أن تتوافر حتى يحدث الديفيوجن أو الانتشار ثم الآليات التي يتم بها الديفيوجن ومن ثم في نهاية الفصل سنتعرف عن التطبيق الصناعي لديفيوجن أو وجود ديفيوجن في الصناعة أما الفصل السادس والمسمى الميكانيكال تيسينج أندي إبالويشن سنتعرف عن مقدمة عامة عن هذا الفصل ثم سنعرف ما هي الاختبارات الميكانيكية التي سنتناولها بالدراسة والتحليل ثم سنتكلم عن التنسائل تيس أو الاختبار الشد وهو يعتبر واحد من أهم الاختبارات الميكانيكية حيث أننا من هذا الاختبار نتحصل على حوالي تسع عوامل أو تسع صفات أو تسع خواص مهمة جدا في عالم التصميم لذا استحق أن يسمى بهذا المسمى أن يكون واحد من أهم الاختبارات الميكانيكية ثم سنتعرف عن الكمبريشن تيست أو اختبار الضغط ثم البندينج تيست ثم الهاردنس تيست ثم أي اختبار الصلاة طبعا ثم الامباكت تيست أي اختبار الصدم ثم الكريب تيست أي اختبار الزحف ثم الوير تيست أو اختبار البري الميكانيكي وسنتعرف أيضا في هذا الفصل أن هذه الاختبارات الميكانيكية ما هي إلا عبارة عن نوعا من أنواع المحاكاة التي نجريها في المعمل على الماتيريالز المختلفة بما تقع لها أو بما يحدث لها في الواقع العملي بمعنى أننا نقوم بمحاكاة في المعمل لما تتعرض له الماتيريال في الواقع العملي فإن كانت تتعرض إلى شد أجرينا لها اختبار شد وإن كانت تتعرض إلى كومبريشن أو ضغط أجرينا لها اختبار كومبريشن وإن كانت تتعرض إلى ثني أجرينا لها بيندينج ديست وإن كانت تتعرض إلى هاردنس أو صفة الهاردنس واجبة الدراسة أجرينا لها هاردنس ديست وإن كانت الماتيريال تتعرض إلى صدم مفاجئ أي تعرضها إلى حمل أو لود مفاجئ أجرينا لها امباكت تيست وهكذا بقية الاختبارات الميكانيكية الموضحة أمامكم